السلام عليكم ورحمة الله ازاي طلبة الصف الأول للإعداد سنحلم مع بعض ان شاء الله امتحان محافظة المنفع للترم التاني ياريت قبل مبدأ لا تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وشرح كل دروس الجرامر موجود في قائمة تشغيل الجرامر والإعداد الترم التاني أول سؤال معنا listen and choose the correct answer from A, B, C or D استمع واختار الإجابة الصحيحة نحاول نسمع مع بعض ونختار 不اذا يفعل الأصل على الحصار؟ لا تسمع عن necessب الاستغار نحاول ترمي أردنا على الحصار؟ حسنips can help our brains to think well. It makes our brains think faster. You should do exercises every day. What is good for our health? إيه اللي جيد لصحتنا? الإكسرسيز يعني التدريب أو التمارين. What does exercise do to our heart? التمارين بتعمل إيه لقلبنا? بتجعله يضك بصورة أسرع. Be it faster. It makes it peed faster. What is exercise good for? التمارين جيدة لإيه? جيدة ليه? brains يعني المخ. Our brains. How does exercise help our brains? إزاي التمارين بيساعد تمارنات بتساعد المخ? بتجعله يفكر بشكل أسرع. We think faster. So complete the following dialogue أكمل للحوار الآيتي. مونة عن دينا or talking about music. مونة ودينا بتكلموا عن الموسيقى. مونة بتقولها do you like music? دينا? هل أنت بتحب طبعا classical music اللي هي الموسيقى الكلاسيكية? دينا ردت عليها وبعد كده مونة سألت سؤال. دينا قد لها I last went to a concert last year. آخر مرة last يعني آخر مرة ذهبتي لحفلة موسيقية كان العام الماضي. It was fantastic. كانت رائعة. يبقى هنا دينا بتقول لها إيه? هنا مونة لما بتسألها do you like classical music? هتقول لها ده سؤال بهال يبقى yes I do. أيوة أنا بحب الموسيقى الكلاسيكية. yes I do. هنا بتقول لها آخر مرة ذهبتي لحفلة موسيقية كانت العام الماضي. يبقى هنا بتسألها آآ متى زهبتي إلى حفلة موسيقية when متى يعني when when did you go طبعا هنسأل بالماضي البسيط فعل مساعد dip بعد كده I تتحول إلى you والتصريف الأول أو المصدر من كلمة when when did you go to a concert متى زهبتي إلى حفلة موسيقية when did you go to a concert اتلاع last year العام الماضي last year مرة بتقول لها have you got a ticket for the concert on Saturday هل حصلتي على تذكار الحفلة الموسيقية يوم السبت دينا ردت عليها وبعد كده بنا سأل تسأل ودينا yes you can't come with me أيوا ممكن تأتي معي يبا هي حصلت على التذكار أو لا يبا yes I have yes I have سؤال به هل إجابته yes or no yes I have got one أو أي ticket أيوا أنا حصلت على تذكار هنا بتقول لها yes ممكن تأتي معنا are you happy about that هل أنت سعيدة بذلك يبا هنا بتسألها ممكن أتي معكم يبا can I come can I come with you ممكن أتي معك can I come with you هل أتقول لها yes you can come with me بعد كده are you happy about that أتلا yes I am أيوا أنا سعيدة I am it's fantastic ده شيء رائع I hope you'll enjoy your time أتمنى أن أنت تستعب بوقتك هتقول لها thanks a lot شكرا جزيلا لك السؤال إعداد الأفطار but we had no milk or bread لكن لم يكن لدينا أي لبن أو خبز so mom asked me to go to the shop هنا my baby brother يعني أخي الصغير my baby brother أخي الصغير mom asked me to go to the shop أمي طلبت مني أن أنا أذهب إلى المحل but he was closed لكنه كان مغلق إيه طبعا عيد على الإيه على the shop المحل because he was only 6.30 a.m. لأن كانت الساعة السادسة ونصف صباح then I tried to do my math homework بعد كذا أنا حاولت أن أعمل واجب الرياضيات but I lost all my work لكني فقدت كل عملي because my laptop stopped working لأن اللابتوب بتاعتقف عن العمل although we planned to have a barbecue in the afternoon بالرغم أن إحنا قررنا خططنا أن إحنا يكون عندنا حفل شواء بعد الظهر it was very windy كان الجو عصف جدا we couldn't have it لم نستطع أن إحنا نعمل كذا I hope tomorrow is a better day أتمنى أن غدا يكون يوم أفضل the underlying pronoun it refers to قلنا أن إتعيد على الإيه على المحل it was closed كان مغلق اللي هو المحل the shop we planned to have a a in the afternoon خططنا أن إحنا نعمل إيه بعد الضهر to have a barbecue يكون عندنا حفل شواء the underlined word terrible means كلمة terrible سيء معناها إيه معناها بعيد give a suitable title to the passage عنوى مناسب للفقرة يوم السيئ about my terrible day my terrible day do you think the writer was happy هل تعتقد أن الكاتب كان سعيد لا لا أعتقد ذلك no I don't think so الأسباب أنه لم يستطع أنه يعمل حفل شواء he couldn't have the barbecue and also he was tired ليه كان مغلق ليه كان مرحق لأنه he woke up very early when did his brother woke him up متى يعني أخوه تسبب في إيقاظه الساعة خمسة يبقيت 5 a.m 5 صباحا 5 a.m بعد كده تشوز the correct answer from ABC or D اختاري الإجابة الصحيح أبين هو work is in business رجل بيعمل في الأعمال يبقى business man يعني رجل أعمال business man I love a because I'm good at swimming under the water أنا بحب إيه لأن أنا جيد في السباحة تحت الماء يبقى أنا بحب diving الغوص the earth is one of eight that go around the sun الأرض واحدة من 8 إيه بتدور حول الشمس من 8 كواكب كواكب يعني planets has 8 legs عنده 8 سيقون يبقى الأكتبوس الأخطبوت we learned a lot about earth and the moon إجزاء تعلمنا كثيرا عن الأرض والقمر فين yes في البلانيتاريوم مبنى الكوبة السموية بلانيتاريوم can fly but it doesn't have a pilot تستطيع الطيران لكن ليس بيع يعني طيار يبقى دي الإيه درون طائرة بدون طيار درون يعني لا ليس بيع أي طيار لكنه بتطير يبقى درون بعض المنازل سقطت على الأرض بعد الزلزال يبقى أختي هي الشخص الأطول في عائلتنا هنا صيغة تناهي أو تفضيل يعني مفيش حد أطول منها يبقى the most wonderful the most beautiful the most fantastic you don't drive this car انت لا تقود هذه السيارة it drives هي شغالة يعني هي بتقود نفسها ده ضمير منعكس مع it يبقى it drive itself when you eat away plastic it stays in the environment for years انت ما تتخلص من البلاستيك بيظل في البيئة لسنوات تلقي طبعا when هنا حالة if الصفرية when كأن هنا when أو if بيجيب بعضها مدارع بسيط وهنا مدارع بسيط s لأن الفاعل هنا مفرد يبقى you يبقى الفاعل من غير أي إضافات لأنه مدارع بسيط مع you يبقى you throw when you throw away plastic it stays in the environment for years complete the sentence with the correct form of the word هنكمل بالكلمة الصحيحة الموجودة عندك will there electric cars in the future هل سوف يكون سيارات كهربية في المستقبل طبعا ويل بيجيب بعضها المصدر يبقى will will there be المصدر من or يبقى be أحمد is 12 أحمد عمره 12 سنة which year he born in أي عام هو ولد في طبعا ولد يعني فعله ماضي مبني المجهول في الماضي مع he تاخد was he was born was he born لأنه سؤال the museum is usually on Saturday than on Sunday المتحف عادة بيكون أكثر ازدحاما يوم السبت عن يوم الحد طبعا هنا بقارن بين اليومين يبقى قول more دي صفة أكثر من مقطع يبقى more crowded وهنا كتب زين يبقى more crowded on Saturday than on Sunday more crowded my sister didn't like the book I loved it أختي لم تحب الكتاب لكني أحببته هنا عكس بانت هي لم تحبه أنا أحببته يبقى هنا اللي بيربط الرابط هنا الدليل على التنقض حاجة سنائي but but يعني لكن هي لم تحبه لكني أحببته ده كده حل لم تحمي حفظة المنو فيها تمنى تكونوا استفدتم معي لو فيه أي أسئلة اللي تكتبها في الكومنت سوما تنساش العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة Goodbye